عبد الوارث حدثنا ايوب عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم باب الحجامة والقيء الصائم حدثنا معل بن اسد حدثنا ابو هيب عن ايوب عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم الحديث والسلام جلنانك ابن عباس رضي الله عنهما ونأينا نتبي صلى الله عليه وسلم نمتلنا تفاكبوا بموغي أرمال أج نمتلنا تفاكبوا بموغي أور مانا ناريو ييب نمتل منكوياخ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم حدثنا آدم بن أبي ياسم حدثنا شعبته قال سمعت ثابتنا البنانية قال سئل النبي سئل مالك سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابته حدثنا شعبته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقى صلى الله عليه وسلم اللاج أنس بن مالك رضي الله عنه أعنى سنكروتاني قوي لاجيبوه ممو يبكيني يونان تبيني كون شنه غم نقخبن لغيال نكو فوكيات نقم لجيلم ينتي عطيبين روائه قنموارنا خبن لينيكو نقموا في وقليل يونان تبيني كون مالبن راديو أعنى جنية قونة غير دهنة سيبون نام بتالو شكو أور وحجو جيب شيورنتو بلي دهنو أنا سموم أمون ميوارة سيب أغلو ميبكت المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قدر من الله وفاك من الله وفاك من الله وفاك من الله وفاك الصوم في السفر حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعتم محمد بن عمر بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر فقالوا صلى الله عليه وسلم صلاة محمد بن عبد الله ينطبي لليواني بكوتي يامو يالا ولا بكوتي باخ ولا مباخ اور تفاكيان جتوك لولو تي ماعناي واجوجو لكو ينطبي باخ ناكي سيطحنا بيقوكور كي تك لولو لك بكوتي باخ لكوارد وموين مدوكو منوكو سولونا جليت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ينطبي صلى الله علي و سلم رضي الله عنه يتون مجيس بوخن تبوريري و snare ينطبي ماанизه ينطبي بجمرهم ينطبي Antes الكتابة الخارج ترجمة نانسي قنقر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا بالصوم والإفطار حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنت بن مالك قال كنا نسافر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعج الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم كنا نسافر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعجب أن نسافر عن النبي صلى الله عليه وسلم منجلي ننجي أنس بن مالك منجلي لك أن ننجي تكي أنت بن تبي صلى الله عليه وسلم مني ني أور ني دق ني أور أيبل ني دق ني دق ني دق تم أيبل ني أور صلى الله عليه وسلم مالبان راديو مالبان راديو مالبان راديو مالبان راديو مالبان راديو حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصامى حتى بلغ عسان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده لعره النس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد فام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر مني بنتي كودك شدك واناكو بني نيجسكو قمنا مني منتو كدوك مني سولا لانجليش ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لانجليش ابن عباس أحنا يرغبين دوشم اجندا يارجا مكة في العرب الممو أور بإعاند خاطر من المو أور بإعاند خاطر فوجي عصفان يسمى لي من الكوينندوخ من المو دلكو دوشم ويقا تكوتي جاء وخرجي سلح الله ليس لك منهم نمو مان المتحدث أن يرنيني نسكو من Brooke من اخبنا تجونا من الأحنا من القلقة اننا نقول اياما كخانجان فلاكوانتين ايكوارجي والله كوانتين ايضغ ده لبتوكي مي ركلا مني اللي تلول و تيور و كورلون ابن عباس لك لا نئا لن تبقى عورنا كتوكي دقنا كتوكي كن كب تكبناك بواناكا جتوكي منغا عور كبناكي تم بواناكا جتوكي منغا بغ صلى الله عليه وسلم بابو عاللذينا يطيقونه فدية وقال ابن عمر وسلمة ابن الأكوعي نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإن شهد منكم الشهر فليصم وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمر بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكنا قال هي منسوخة منسوخة لرخيامنا قرأس من أطعم محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبدو هاته منذ نفسي عندنا من أطعم المنزل لماذا قرأس من نفسها تتكتب أن تتكتب في سبيلٍ، وليس أحب، بسيطة إنه لاحظ تتكتب في الإجارة فهي تتكلم أن نتمعه في الـ قرآن يبثت الأمر اثناء تتكلم أنت يتكلم الأمر يعلم تتكلم أن مهم بالتعالي تمكيب مالبين راديو مالبين راديو المزيد من هذا النوم يرسل الى على الوصف مبيناتك وكذلك يتعلم أن يكون مبيناتك ونحن نقول أنه يجب أن يكون مبيناتك ونحن نقول إن الله أكبر أنت سومو خيرا الأكبر عندما أعلم istedi أين وفعل أين وجرائك فالفعل يتمون مستخدم إنهم يجعلون أرخف لماذا أردت أن يأثقوني فإنهم يطلقون أين أحرم فأي بكور جواهر اللهم عليه وسلم يقول إنك ابن عمر رضي الله عنهما في الثامن ساكين يقولون يقولون فاليكم أنا هلاليا من تبني أورو وانت سوم خير لكم ما يفالي اللهم عليه وسلم باب متى يقضى قضاء رمضان وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يطلع حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم لا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولنرى عليه إطعاما ويذكر عن أبي غريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحياء عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قال يحياء الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم قال المشترك أبدا يقول يا إبنا يقول أنه يحياء يحياء ونفتح الأصحصان حتى نحن مغفوطاً. وكان نظر نهانيا وانا نحن نحن لهم في غرفتنا. أنا أوسع أن يتقلوا بشكل شماز وانا يتقلوا بشكل شديد. وشمازنا نحن بشكل شكل جيدين أو سننظر نحن 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 نحن. أنز F safety إلي� الأؤسان أوسيح في الشغل نoirه إلعى ستتوقع الأدنية قTA �الله سندا مدكر ودا ابن عباس ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر هاهم استطعتكم؟ لا! فالتحدث ان توقف اليوم لقد يعرف اكتصد إنه مستحيل لقد كانت كما يقضر استطاعهم تمثل فعلت غالبت تعطيق ومشارك ولد المترجمات التي تتعلم عنها فيما أنه يكون تشبه يجب أن يكون تشبه تشبه أن يكون كما يكون سوريا والمائنة يجب أن يكون 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 هذا يمكن أن يكون تشبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر